من جهته قال رئيس المؤتمر كوبس التواشين ألوك شارما إنه تبادل وجهات النظر حول أليات الدفع قدما بجهود مواجهة تغير المناخ وأوضح رئيس المؤتمر أنه تم الاتفاق على تنفيذ شبكات تكون معنية بتقديم الدعم الفني للدول المعنية بتغير المناخ مسألة الأضرار والخسائر كان هناك تبادل وجهات النظر بشأن هذه المسألة مع كل الأطراف الأخرى وكما تعلمون فإننا اتفقنا في كوب ستة وعشرين على أن حوار جلاسجو سوف يبدأ في الاجتماعات في شهر يونيو وبالإضافة إلى ذلك اتفقنا في كوب ستة وعشرين على أننا سوف ننفذ شبكة لتقديم الدعم الفني للأمم ومرة أخرى أعتقد أنه كان هناك اتفاق على أننا يجب أن نسرع من هذه العملية وهناك فرصة لنا لكي نفكر في شروط المرجعية المرتبطة بهذه الشبكة وكل هذا سوف يحدث في شهر يونيو